بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين عليها أفضل الصلاة والسلام السلام لو متابعيني النهاردة حلقة بعيد عن الأكل والطبيق حلقة مشتريات أنا مش شرية حاجات كتيرة صحيح لكن أنا شرية حاجات بجد أنا محتاجها في المطبخ أول حاجة معي هنا أنا جايبة منظم كده صغير أنا جايبة المنظم دوت للمعالق والشوك والسكاكين لأن أنا جربت منظمات كتير قوي في الدرجة عندي فمش بتنفع يعني مش نفع معي خالص فقلت لا أنا هجيب المنظم ده شكله حلو وشيك وكمان هقدر أقسم فيه بقى رفل المعالق رفل الشوك رفل السكاكين ما تيجي تجيب البلاستيك اختاري دايما البلاستيك اللي ما يبقاش ناشف قوي لناشف قوي ولا طاري قوي لأن البلاستيك الناشف دوت بقى أقل استعمال بيطق منك أو ده شكل الأدراك بتاعته طبعا الحاجات دي هتتغسل زي ما قول أنا كنت جايبة دوت بـ 35 ده الرف التالت بتاعه هو عملي جدا على فكرة وكمان شكله حلو هيبقى شكل ديكوري حلو جدا في المطبخ وجايبة لونه أحمر علشان خاطر يليق معي على المطبخ بتاعي يعني قريب من الموف وكده تاني حاجة معايا هي الصينية أنا جايبة دي صينية ألمونيا أكبر مقاس جميلة جدا وعملية جدا هي مقاس 40 ما فيش أكبر من كده بتهيألي أنا جايبة مركة مودرن أحلى مركات موجودة في السوق هي مودرن والشرق وطبعا لا يعلق عن الانتاج الحربي جميل جدا أحلى ألمونيا فعلا ألمونية الانتاج الحربي يا جماعة هيلة جدا أنا جايبة دي كويسة يعني معقولة ومعقولة في الثمن وتقيلة دي حوالي اتنين كيلو أنا جايبها بمية خمسة وعشرين أو دا شكلها دي المركة بتاعتها مركة مودرن حلوة جدا وعملية كمان أنا بحب الألمونيا عملي قوي وبحب البيركس يعني هما الاتنين دول أكتر حاجة بحبهم تالت حاجة معايا هو الشانون أو التيربو أنا جايبة التيربو دوت للمطبخ أحط فيه الخضار بتاعي أنا جايبة كبير جايبة أربع أدراب طبعا الحاجات دي زي ما قلت هتتصبن كلها تتغسل كلها كويس جدا شايفين إيدي كلها طراب يعني الحاجات دي جايبة من العرض كانت معروضة في المحلة من برة فطبعا مترابة جدا ده شكله أنا جايبة أربع أدراب عملي جدا ولازم تجيب الأدراب بتاعته تكون مفتاحة كلها من الثلاث أجناب يعني بصوا أنا هوريهولكو دلوقتي شايفين مفتاح كله لازم الأخرام دي كلها علشان دي بتهوي معاك الخضار ما تخليش الخضارة والبطاطس والبصل والحاجات دي تبوز معاك أو ده شكله هو أربع أرفف أنا كنت جايبة ده ب175 البلاستيك بتاعه برضو كويس أنا هنا هحط مفرش طبعا بعد ما صبنه هحط مفرش كده عليه وأزبطه كده ويديني شكل ديكوري حلو في المطبخ دي كانت حلقتي النهاردة يا رب ده تكون حلقتي عجبتكو لو عجبتكو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب أشوفكم على خير إن شاء الله الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته